زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة ماشية بأطر معينة كل حاجة ماشية بطريقة معينة بسلسلة معينة مش بناخد قراراته خلاص علشان ان احنا مجرد ان احنا نطلع نقول ان مجلس الإدارة خاد قراراته خلاص ولكن كل قرار وله احتياجاته داخل الجامعية العمومية او حتى احتياجاته في وجود او في تطوير قطاع الناشئين تطوير قطاع الناشئين مش هيبقى من خلال وجود الكابتر خالد بيبو ومستر بروكتش وبقية اللي موجودين في القطاع ولكن ايضا ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل برا مصر ونساعد او نتفق مع بعض الاندية على تبادل الخبرات خبرات النادي الاهلي مع خبرات بعض الاندية في اوروبا اعتقد الامر حيبقى حنشوف حاجات كبيرة جدا ومهمة جدا خلال الفترة اللي جاية من خلال الحقيقة اللي بيحصل كلها قرارات رائعة الحقيقة كل التوفيق لكل اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي على هذه القرارات وخلال الفترة اللي جاية لانها فترة صعبة جدا